هل نتكلم حبتين على بشكل أو بآخر السينما بس إزاي بقى؟ إحنا هنرحب أولاً بضفطنا الرائعة الكبير الدكتورة مي التلمساني الروائية والأكاديمية المصرية اللي حصلت مؤخراً على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة منورانا يا دكتور مرسي إزاي الصحة؟ تمام كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله أنا من الناس اللي تحب السينما جداً وتحب كل ما هو متعلق بالسينما باعتباري مشاهد ليس إلا طبعاً ما فهمش أي حاجة تانية غير أن أنا أعود أتفرج على أفلام أو مشروع ممثل لا لأ لأن أنا كان عندي ما عشان هقول أنا كان عندي تجربة مع ربنا يا رب تديله الصحة أو سستر التلمساني تجربة غير مكتملة الحقيقة عملت اوديشن أو كان رأيه في أن أنا هبقى ممثل رائع مثل أنا عتزات عشان امتحانات السنوية العام عتزات بقولت له إيه قوله هو ينفع أن أجل تصوير كان ضحك ولعب وجد وحب يلنفع أن أجل تصوير الفيلم الحد بعد امتحانات الثالثة سنوية وكمام ومثل شهير جداً دايماً يقعد يقول لي ما تجيبش سيرتي في الحدوة يوسف مش هقول اسمه بقى كان وقتها هو طالب في الجامعة فقال له يا ريت وأنا كمان علشان أنا دي تاني سنة أسق فأنا هترفض من الكلية فرح بصص لنا كده عندكو حق صح إحنا لازم نأخر تصوير الفيلم عشان أحمد رمزي وعمر الشريف عندهم ارتباطات وده كان أول وآخر بالنسبة لي صديقي التاني أصبح نجم ملء السماء والبصر فيما بعد بالرغم أنه طلقت فيها تردنا يومها يومش تطلع برايا ابن انتواه وروحنا خارجه ويزعلنا ليه عايز أرجع الأول للحصول على وسام هو ليه الناس بتحصل على وسام يعني إزاي إيه اللي بيحصل هو يعني واضح أني عملت إنجاز ما وكان هذا الإنجاز إيه وكان الإنجاز ده يمكن أربع روايات أربع مجموعات قصصية يمكن أربعين دراسة أكاديمية بالعربي والإنجليزي والفرنساوي يمكن لإني بشتغل في جامعة قطة وفي كندا وعندي خمسة وعشرين سنة خبرة في التدريس الأكاديمي يمكن لإني عملت بيت التلمساني وده بيت كده صغير محندق يعني وعملاه للكتاب والكاتبات من مصر ومن العالم يجوا استضافة للتفرغ للكتابة فيعني أنا بقول يمكن فيه بعض الإنجازات كده كم كتاب ترجمة يمكن عشر كتب مترجمة من الأنا ترجمتهم يعني إلى اللغة العربية يعني ترجمة نانسي قنقر